غرامة مالية يقعها نادي نانت الفرنسي على اللاعب مصطفى محمد السبب لأنه رفض أن يرتدي تيشيرت للعب يدعم فيه المثلية الجنسية ما قصة هذه الغرامة ولماذا يتعنت هذا النادي الفرنسي ولماذا العلمانية الفرنسية لها هذا الموقف الحاد من القيم الدينية هذا ما نتحدث عنه مشيئة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سنة رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد الحقيقة بعض من يدعو أو مش بعضها عدد من من يدعو العلمانية في بلادنا ينادي دائما بفصل الدين عن السياسة وفصل الدين عن كذا لكن الذي نرى في الحقيقة في كثير من البلدان العلمانية هو عدم فصل الدين عن السياسة ولا عن الأخلاق ولا عن الحياة العامة هم يتدخلون في فرض معتقداتهم ومواقفهم المصادمة للدين في التدخل في الشؤون العامة والخاصة للإنسان خبر مؤخرا طبعا اللاعب المصري مصطفى محمد اللي بيلعب في نادي نانت الفرنسي فيه عندهم حملة وطبعا النادي بيصارع البقاء في الدورة المهدد بالسقوط يعني النادي عمل حملة لدعم المثلية الجنسية في أن كل لاعبة يلبس فانيلة النادي لكن الأرقام تبع مكتوبة بطريقة قزح اللي هي شعار للمثلية الجنسية أو الشذوذ الجنسي أو اللواط أو الفاحشة أو أي شيء المهم أنه هو علاقة الرجل بالرجل أو المرأة بالمرأة لو مش العلاقة التي تقرها الأديان السماوية أين كان اسمه بقى تمتع بالجسد تمتع بالآخر المثلية الجنسية زي ما يكون اسمها لن نختلف كثيرا لأن في النهاية هي شيء محرم يعني مش هنختلف في توصيف الفعل أو اسمه لكن نحن متفقون جميعا على هذا الفعل لأنه من الكبار طيب ده لاعب في حملة طلب أنه هو يعفى من الحضور وأنه يكون حتى على دكة البدلاء إلا حصل فقائد الفريق تفهم وأنه نصدقنا ونتفهم ذلك لأنه ونتفهم القيم والمبادل التي يتمسك بها الآخر النادي يسكت لا النادي ما يسكتش النادي الفرنسي اللي هو يعني فرنسا أم الحرية والإخاء والمسماوة والنموذج اللي دائما علماني العرب لما يقولك العلمانية الفرنسية التنوير الفرنسي ماشي النادي عمل ايه؟ النادي نانانت الفرنسي رفض وأوقع غرامة مالية على اللاعب مصطفى محمد الحقيقة مش هو الوحد بس اللي في الدور الفرنسي اللي رفض فيه أيضا أربعة لعبين آخرين مسلمين رفضوا هذا مثل هذا العرض ومن قبل احنا فاكرين يعني اللاعب الافريقي إدريسا جاي أيضا نفس الحالة لما رفض وكان في نادي سانت جيرمان فرنسي واستبعد لماذا؟ لإني الاصل النادي رياضة والرياضة فاكرين لما اللاعب الخلوق محمد ابوتريكا رفع تيشيرت تعاطفا مع غزة في قضية حرب وهاج وماج وناس قال لك لا أو ليه كده يخلط الرياضة بالسياسة وكان في نفس الدورة بالمناسبة لاعب آخر غاني من غانة وبيلعب طبعا من توخبه رفع عالم إسرائيل عشان بيلعب في الدور الإسرائيلي وما طبعا حد شعط الله عليه ساعتها وطبعا عوقب لكن أيضا عوقب ابوتريكا بالإنظار الشهاد اللي أصده أن في عندنا هذا الخلل في الموازين لاعب مسلم يرى أنه لا يجوز شرعا أن يؤيد مثل هذا الفعل لأن دينه يحرم ويجرم شرعا هذا الفعل طب لماذا أكبره؟ لماذا أضع الإنسان في صدام مع دينه وعقيدته؟ إذا كانت العلمانية كما يعلم العلمانيون العرب والأوروبيون هي الوقوف على مسافة واحدة من الأديان حل طيب أنت بش وقف ليه مني على مسافة واحدة والأديان جميعا بالمناسبة تحرم هذا الفعل وتجعله من أكبر الكبائر بل يعني هناك أديان سماوية قبل الإسلام تجعل العقوب عقوبة يعني شديدة جدا إحنا هنا مش في سياق العقوبة والكلام عن العقوبة إحنا نتكلم عن الفعل نفسه إذا إنسان يفعله والأولى الإنسان المبتلى بهذا الأمر يستطر بيستطر الله ويتوب إلى الله عز وجل إنما لا دا إعلان وتجبر على تأيد هذا الإعلان وعلى الدعاية له يعني طب نتخيل لو إحنا مثلا في جاد دولة إيران عايزة تعمل إعلان عن الشادور الإيراني أو دولة عربية سامن عن الحجاب العربي وأجبرت اللاعبين على حملة يعني الحجاب قبل الحساب مثلا مثلا يعني أنا بقول بخمن تخمينا يعني تخيل ورفض لاعب مسيحي أوروبي إني أنا مش مؤمن بالحجاب أو دعوة لي دفع الزكاة قلنا للفقراء لا هل نكبره؟ هذا مش منطق غير مقبول اللي هو البعض لما يقول لك والله المسيحي اللي بيقى في رمضان والناس أدبا ما بيفطرواش قدامنا خلقا لكن مش مقبور بيطلع ناس من علمانيين مصريين وعرب يقول لك وليه ما يأكل؟ حلو لأنه إيه؟ ده مش دينه حلو طب موقفك إيه بقى؟ من لاعب مسلم رافض إنه هو يدعو لي المثلية اللي ودينه ضدها والراجل ده كمان لا هاجم ولا عمل للموقف إنما قال الموقف أنا مش هأيد تحر في اعتقادك أو بتعتنقوا لكن أنا مش هأيد هذاك ولن أدعو إليه لا يتكون زينا يا إما اضطرد شعاقهم لوت أخرجوا ألا لوت من قريتكم إنهم أناس يتطهرون للأسف الرياضة اللي المفروض يعني للجميع وليست مسيسة وليست مؤدلجة لا بتؤدلج وتسيس ويجبر فيها الناس طبعا هي موجة عالية جدا في أوروبا قضية المثلية وإجبار دور عبادة كما حدث في دور عبادة المسيحية الزواج المثلي وقبول به في الكنائس بالو أن يكون فيه أسيس مثلي ويحاولون لفعل هذا عند المسلمين أن يكون فيه إمام مثلي أو كذا أو يعطيها مش بالإجبار لم يبلغنا ذلك إنما محاولة التطبيع مع هذا الأمر دينيا ورياضيا وهو بيبدأ من القوة الناعمة في العالم وهي الكورة الفن الدعاية الإعلام السياسة الميديا السوشال ميديا الوسائل للتواصل الاجتماعي كل هذه يراد بها الضغط لفرض هذا الأمر كأمر واقع ولو شفنا فيديو موجود لرجل أجنب يقول أني أنا سبت في بلد ربا قالوا أنا والله خفت لك الأول المثلية تجرم ثم مش مشكلة ثم مطلوب نيدة ثم هيفرضها علينا نعملها هتوصل بالحال بإني لا والله ما مطلوبة بين كل مجموعة كده طبعا دلم يحدث لكن في ظل هذا الجنون في العالم الغربي في تقديس الحرية الشخصية للشخص ولو على حساب القيم والثابتة والدين مسألة خطيرة جدا طبعا كنا نتمنى نجيب بقى دعاة التنوير والعلمانية الجميلة في بلادنا العربية تقول لا دي فهمين العلمانية خطأ العلمانية الصحيحة هي كذا وأدعيات تنوير اللي بنشوفهم في أي موقف للشعائر الدينية نشوفها طمنا عود طبعا مشان نشوفها مشان لقيها إبراهيم عيسى خالد منتصر إسلام البحر كل هؤلاء الفقعات التي تخرج دائما في قضايا معانا لا تعبر عن الأمة وعلى عن ثوابتها بيطلعوا لن نرى ولا نسمع لهم صوتا نصر الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم إلى أقوم السبل اللهم أمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا